الحلقة الاولى من تفسير صورة الملك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صورة الملك صورة مكية ما معنى انها صورة مكية انها تتكون من صالة وثلاث قوضة او مربوعة وثلاث حجرات المقدمة اسمها استهلال معجز وغرفة اسمها خوف وغرفة اسمها محبة وغرفة اسمها اصلاح عركة اي صورة مكية كده كبيرة او صورة بس احنا نزود على صورة الملك مقدمة لان لها فضل عن بقية الصور طيب اللي يفهم صورة الملك ويتدبرها ويتعبت بيها هياخد اربع جوائز جائزة في الدنيا وجائزة في القبر وجائزة في الحساب وجائزة لو قدر الله ودخل الله طيب جائزتها في الدنيا ايه ان لو فهمها عيسه العليه ان هو يتعبت بيها فعيعمل السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لا ينام حتى يقرأ صورة الملك طيب في القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم صورة الملك هي صورة هي المانعة من عذاب القبر طيب في الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم صورة من القرآن ما هي الا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة وهي تبارك طيب لو قدر الله والشفاعة ما نفعتش دخل النار بتفضل معاها تطلعه من النار طيب ايه الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صورة من القرآن ما هي الا ثلاثون آية شفعت لرجل فاخرجته من النار و ادخلته الجنة يبقى جايزة في الدنيا و جايزة في القبر و جايزة في الحساب و جايزة لو قدر الله دخل النار فهي صورة مهمة جدا طيب نخش بقى في الصورة الصورة زي ما تتكون من اربع اجزاء اول حاجة استهلال معجز ايه الاستهلال الاستهلال معجز ما الادلة على ان الله اعظم ملك ولا ملك مثله ايه الادلة ستة ادلة تلاتة في نفسه وتلاتة مع عباده اول دليل انه تبارك تبارك يعني ايده فيها الخير كلها والبركة كلها لكل الناس تاني دليل تبارك الذي بيده الملك انه يملك ذلك الخير فينفق منه لانه ملكه تالي دليل وهو على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء يعني الخير في ايديه ولا يوجد مانع يمنعه من هذا الخير لان الخير ده ملكه ولا توجد قوة تقدر وتستطيع ان تمنعه فربنا كريم رحيم يرسل الخير ولا حد يستطيع ان يملكه لانه المالك وانه القاضي منوك الارض بقى ممكن واحد خير بس مش مالك حاجة مقدرش يتصرف في الملك ممكن واحد عنده ملك بس ما عندهش خير الا ربنا فعنده الخير وعنده الملك وعنده القدرة دول تلاتة في نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تلاتة مع عبده عمل مع عباده تلات حاجات اعلمهم ان فيه اختبار وعلمهم كيف ينجون من هذا الاختبار وعلمهم جوائز الفوز في هذا الاختبار فيه امتحان وازاي ينجحوا فيه ولو نجحوا يخذوا ايه علمهم ان فيه امتحان ازاي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا يبقى خلق الموت والحياة لماذا ليبلوكم عشان يعرفنا لده اختبار ولازم ننجوا من هذا الاختبار لم يخلق الله الموت والحياة إلا للبلاء يبقى كده أعلم الناس أنهم مخلوقين لكي يبتلهم ودايما فيه موت قدام الناس ليعرفوا أن الامتحان بينتهي واللي مات ورقة الامتحان اتسحبت منه ورايح يشوف النتيجة كل يوم الناس بتعرف أن واحد مات يعني واحد انتهى امتحانه واحد اتولد يعني واحد بدأ الامتحان طيب وعلمهم إزاي يفوزوا في الاختبار ده إزاي أيكم أحسن عمل اللي يعمل أفضل عمل في الجودة مش في الكثرة فالعبرة عند الله بجودة العمل فآية تقرأها بخشوع أبرك من ألف آية تقرأهم بدون خشوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول الصخر صيائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش العبرة بالخشوع العبرة بالجودة أيكم أحسن عمل طيب لو واحد عمل أحسن عمله إيجا ذاته وهو العزيز الغفور ربنا يعزه ويغفله في الدنيا والآخرة يبدأ أعظم مالك في ذاته كثير الخير لا يمنعه عن الخير شيء فهو المالك القادم مع عباده اللون في اختبار وإزاي ينجحه وجزته لا يوجد مالك كامل هذا الكمال طيب نخش بقى في الغرفة الأولى دي خلصنا الاستهلال المعجز نخش في الغرفة الأولى غرفة إيه الخوف ربنا عاوزنا نخاف منه لأن من خاف مقام ربه جنتان وربنا عاوزنا نخاف منه لأن من خاف أدلك ومن أدلك بلغ المنس الخوف هو اللي بيشجع العبد على أنه يبقى قويس في العبادات فالعبد بيسير لربه بجنحين جناح الخوف وجناح الرجاء طب نمسك الخوف ربنا عاي خوفنا إزاي عاي خوفنا بحاجة أول حاجة أتكلم على الكون واللي يخلق الكون يستطيع أن يبعثك ويعذبك أو ينعمك أول دليل على البعث والنشور ودليل على الحساب هي خلق الكون تاني حاجة النار مشاهد العزاب يعني عندنا دليلين مفروض هما ستة القرآن دايما بياخد في كل صورة واحد أو اتنين أو ستة حسب الصورة هنا خلق اتنين بس طب نمسك أول حاجة دليل على البعث والنشور وخلق السماوات والأرض وخلق الجبال طيب إيه المعجز فيها ربنا بيين لنا معجز تي أول حاجة الكون مفهوش خطأ واحد رغم أن انت بسيط أربع مرات ما تلاقيش غلطة في الكون ما فيش حتة مبنية عدل ما فيش حتة فيها فجوة تاني حاجة أن الكون ده فيش موس ونجوم والنجوم دي بتأدي وظفتين اللي يعمل الكون مفهوش غلطة واللي يعمل نجوم بتعمل وظفتين ده يبعث الناس قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طب إيه دليل لكما فيش خلقه ما فيهو غلطة وحده قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما فيش خلل في خلق الرحمن أدي أول نظرة فارجع البصر أدي التانية هل ترى من فطور في أي شوق في السماء طب أدي تقلق الأولى والتانية ثم أرجع البصر كرتين أدي التالت والرابعة ينقلب إليك البصر خاصئا يجي هو خاسر ويائس يقولك خلاص مستحيل أدور وهو حسير وهو حزين أنه تعب على الفاضي دي أول حاجة في الكون اللي يخلق كون ما فيهوش غلطة رغم الأربع نظرات الفؤحصات ده يستطيع أنه هو يخلقك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس خلق الكون ده أعظم من خلق الناس بل خلق السماوات والأرض يخلقك فلازم كل ما تبص في الكون تعرف أنه اللي خلق الكون الكبير ده يخلق لي تاني معجزة في الكون النجوم النجوم دي أكبر معجزة لها وظفته قال الله تعالى وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اللي هي النجوم وجعلناها لأول وظيفة رجوما للشياطين دلوقت بيجي واحد فاجر عاوز فلوس بيجيب مصحف يدوس عليه ويعمل تعويز بيطلع له جن ويعمله اتفاقية هو الجن هو هيعمل نفسه شيخ عراف وبيعالج من الجن ومخاوي الجن وبعدين اللي يحصل اللي يحصل أن الراجل ده بيروح لحد يضع منه حاجة يبعت الجن يشوف الحاجة دي فين طب إيه اللي هيستفيده الجن أن يضموا واحد كافر ليه طب إيه اللي هيستفيده العراف الفلوس يبقى اللي اتنين دول بيتعاونوا عشان يضمروا الناس طب الجن يعرف الأخبار منين يطلع السماء ويتسمع الأخبار السمية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أول من النجوم تشوف الجن بيتلصص ترجمه وتحرقه يأما يهرب يأما ما يهربش وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير الجن اللي يتحرق لأعزب السعير واللي فلت ومات لأعزب السعير برضه لأنه تعاون مع الانس حرام تعامل الانس مع الجن أي واحد مخاوي جن ده راجل ساحر أي واحد بيطلب من الجن جن مسلم جن كافر ده ساحر أي واحد بيعالج الجن بالتعاون مع الجن ده ساحر ولا يجوز إن حد يسأل الجن اسمك إيه ولما كسكنا فين ولا تبقى إيه كلام ده كله غلط ممنوع كلام مع الجن وقال الله تعالى وعددنا لهم عذاب السعير يبقى زينة ورهوم ذل الوظف دي قلوا قولي هذا وأستغفالله رديو لكم ترجمة نانسي قنقر